ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا لا يبشر بالخير ويجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار في كافة المجالات هذا ما ركزت عليه المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري خلال إحاطتها الثانية في مجلس الأمن فيما يخص الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية وحتى الإنسانية استهلت المبعوثة الأممية بالإنابة حديثها بالتعبير عن قلقها من الأفعال أحادية الجانب التي اتخذتها جهات سياسية وعسكرية وأمنية في البلاد أدت إلى زيادة التوتر ورصخت الانقسامات المؤسسية والسياسية وهو أمر شاركها فيه غالبية أعضاء مجلس الأمن في كلماته امتباعا أفعال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا زادت من التوترات ومرسخت الانقسام في الدولة وعقدت جهود التوصل إلى حل بالتفاوض وبحسب خوري فإن الحل يكون عبر إخناع الأطراف الليبية بإجراء مباحثات مباشرة لوضع تدابير تمهد لبناء الثقة فيما بينهم حتى تنتهي الإجراءات الأحادية تمهيدا لتوفير بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية لم تغفل خوري ذكر الخلاف في أروقة المجلس الأعلى للدولة فأحاطت مجلس الأمن بما يحدث هناك مستغلة هذه الفرصة للدعوة لتسوية المسألة الخاصة بانتخاب رئاسته بسرعة كي لا تتدهور الحالة بشكل أكبر حسب قولها عسكريا أرجعت خوري سببا في تدهور هذا المسار إلى تحركات حفتر في المنطقة الغربية وما تبعها من استعدادات وتحشيدات قامت بها حكومة الوحدة مقابل ذلك مما سبب مزيدا من التوتر داعية للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء حالة الاحتقان الجانب الاقتصادي كما هو السياسي حيث أرجعت خوري الخلافة الحاصلة فيه الآن إلى الإجراءات أحادية الجانب التي جاءت من قبل مجلس النواب عقب اعتماده في يوليو الماضي مخصصا تكمليا للميزانية التي قدمتها حكومته التي شكلها بصفة أحادية ما أسفر عن ردود فعل من جانب قادة الغرب الليبي أدت لمزيد من التوترات رؤية الأحادية في المجال الاقتصادي كذلك تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فبعد أشهر من جهود وضع ميزانية موحدة في يوم العاشر من يوليو اعتمد مجلس النواب اعتمادا إضافيا قدمته حكومة المجلس النواب الذي شكلها مجلس النواب بصفة أحادية وهذا أدانه قادة الغرب بعد تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن ستعود خوري إلى عملها من جديد في محاولة أخرى لأعادة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات ساعية لإحياء العملية السياسية وتضييق هوة الخلافات ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل ستثمر الجهود الأممية في إقناع الأطراف الليبية بالتخلي عن التصرفات الأحادية والالتزام بحوار جاد أم أن الانقسامات العميقة ستستمر في تعقيد المشهد وتقويض الاستقرار في البلاد ترجمة نانسي قنقر